بسم الله الرحمن الرحيم ونبتهم في أدنى الأرض وهم من بعد غنبهم سيغنبون في بداية سنين لله لهم من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بأصر الله يغصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعظى الله لا يؤلف الله عده ولكن أثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون وأن يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات وعرضا وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولا نسير في الأرض فأعظوا كيف كان عقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر منا عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عقبة الذين أساءوا السوءا وكذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده وثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبالس المجرمون وأن يكون لهم من شركائهم شفاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئه يتفرقون فأما الذين آمنوا وآمنوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء لافرة فأولئك في العذاب محبرون فسبحان الله حين تنصون وحين تصبحون ولهم الحمد في السماوات وعب وعشيا وحين تبهرون يخرج الحي من الميت ويخرج النيت من الحي ويحيل أرضا بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم شروا تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أسواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات ورد واختناف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منابكم الليل والنهار وبتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خلف وطمع وينزل من السماء ماء فيحيي به مرضى بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء وردوا بأمره ثم إذا دعاكم دعوة الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات وردي كل له قانتون وهو الذي يبدأ خلقا ثم جيده وهو أهوان عليه وله المثى اللعباء في السماوات وردي وهو نازيز حكيم ضرب لكم مثال من أنفسكم وهن لكم مما ما كثينا لكم شركا فيما رأقناكم فأنتم فيه سواء تخافونه فخيفتكم أنفسكم كذلك نفسر الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي مناب الله الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبذيل الخلق الله ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه أقيم الصلاة وما تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ذل حزب لما لديهم فرهون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فرقوا منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقمضون أولم يرون الله باسق الرزق لمن يشاء ويقرر إن في ذلك لآيات اللي قوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يليدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيت من ربا لتربوا في أموال الناس فلا ألبوا إلا بالله وما آتيت من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المبعفون الله الذي خلقكم ثم رضقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر لما كسلت أيدي الناس لذيقه بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون انسيروا في الأرض فانظروا كيف كان آقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فاعطم وجهك للدين القيم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله يوم إذن يصدعون ما كفر فعليه كفره ومن آمن الصالحا فلأنفسهم ينهدون ليجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنهم لا يحب الكافرين ومن آتي أن يغسل الرياح مبشرات وليذيقكم الرحمته ولتجري الفلك فيه بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتباتغوا من فضله وأنكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبالك رسلا لقومهم فجاءوا من البينات فانتقلنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا مصر مؤمنين الله الذي يغسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترا الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من إباله إذا هم يستباشرون فإن كانوا من قبل أن نزل علي من قبله لمبالسين فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحل الله بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أبسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك نسمع الموتى ولسمع الصمد وعلى رباء اللوم ذبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقك من ضعفي ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلم قدير ويوم تقوم الساعة يقاسم المجرمون ما نبثوا خير ساعة فذلك كانوا يوفكون وقال الذين أوبوا العلم وإنانا قال نبثوا في كتاب الله في كتاب الله إلى يوم البحث فهذا يوم البحث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا تنفعوا الذين ظلموا معذرة ولا هم استعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل قل إن جئتهم آتنا يقول إن الذين كفروا إن أنتموا إلا مباطلون فذلك يطبع الله أنا قلوا بالذين لا يعلمون أصبرنا على الله القول لا يستخفنك الذين لا يوقنون